اجتماع مع الشيخ خالد بن احمد بن محمد خليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد تيري رود لارسن مدير معهد السلام الدولي وذلك على هامش مشاركة مع الوزير الخارجية في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين لجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال الاجتماع ثمن مع الوزير الخارجية جهود المعهد في تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة من خلال البحوث والدراسات الهدفة والمؤتمرات المهمة التي تلامس قضايا المنطقة واحتياجات دولها وتساهم في تقدير رؤى واعية واطروحات رصينة لاجل رخاء وازدهار شعوبها متمنيا لسعادة السيد تيري رود لارسن ولجميع القائمين على معهد السلام الدولي كل توفيق والنجاح من جانبه عرب تيري رود لارسن عن اعتزازه وتقديره لمعالي وزير الخارجية على تعاونه ودعمه لفعاليات معهد السلام الدولي متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار كما اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة مع سعادة السيد فوك بيري ميتش الرئيس الاسبق للجمعية العامة للامم المتحدة حيث اثنى معالي وزير الخارجية على الجهود التي بذلها سعادة السيد فوك بيري ميتش في النهوض بدور الجمعية العامة للامم المتحدة بصفة عامة وفي دعم علاقات التعاون مع مملكة البحرين بصفة خاصة وذلك خلال فترة رئاسته للدورة السابعة والستين للجمعية العامة بفضل اعتماده على العمل الجماعي والتعاون الدولي في التعامل مع مختلف القضايا التي تهم المجتمع الدولي متمنيا لسعادته دوام التوفيق ومن جانبه عرب السيد فوك بيري ميتش عن اعتزازه باستمرار التواصل مع معالي وزير الخارجية مشيدا بالتزام من مملكة البحرين بنهج التعاون البناء مع الامم المتحدة بكافة اجهزتها ودورها في تعزيز الامن والسلم متمنيا لمملكة البحرين كل التقدير والازدهار